ينضم إلينا من واشنطن مرسل الغد سهيل الشاعر سهيل يعني اللقاء الأول بين ماكرون وبايدن بعد أزمة الغواصات ولكن بداية ما أبرز الملفات التي تناولها الطرفان نعم كاتفين تحدثت قبل قليل مع مسؤول الإعلام العربي في الخارجية وقد وصل لطوه إلى روما وقال لي أن الملفات التي ستطرح في الحوار بين الرئيسين ستكون ملفات مرتبطة بالعلاقات الثنائية وتطويرها وكذلك القضايا ذات الاحتمام المشترك هناك الكثير من القضايا التي تهم الطرفين مثل مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي والذي تقوده فرنسا وكذلك ضمان الأمن والاستقرار في منطقة المحيطين الهادي والأطلسي وهذا كان أيضا محور المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيسين يوم الثاني والعشرين من الشهر الجاري أي قبل أسبوع من الآن وكذلك سيتم التأكيد من الجانب الأمريكي على أهمية العلاقة الاستراتيجية والتحالف الأمريكي الفرنسي وكون فرنسا هي الحليف الأول للولايات المتحدة حيث كانت تساند الولايات المتحدة في استقلالها من بريطانيا خلال حرب الاستقلال الأمريكية طيب رأينا اليوم بايدن وماكرون يتصافحان هل هذا العمل المشترك أدى إلى تحسن العلاقات والثقة التي كانت مفقودة بين الطرفين على خلفية أزمة الغواصات نعم الأزمة التي نشبت بسبب الغواصات النووية التي تم بايعها لأستراليا أوقعت شوائب في العلاقات بين الجانبين وقالت فرنسا في وقتها أن هناك خطوات يجب على الولايات المتحدة القيام بها لتحسين العلاقات لضمان استمرار التحالف الأمريكي الفرنسي والأمريكي الأوروبي بشكل عام وهذه من ضمن الخطوات حيث كانت من البرامج التي قد وضعت هي الرقاء المتكرر والتشاور بشكل مستمر والحوار بين الجانبين وهناك الكثير من القضايا التي يمكن للطرفين التحدث فيها مثل تغير المناخي وكذلك أيضا مكراحة فيروس كورونا فهناك الكثير من القضايا التي لدى الطرفين للتحدث فيها في هذا الخصوص ويمكن البناء على ذلك لتحسين العلاقات التي شابتها أزمة الغواصات النووية من واشنطن مرسل الغدس هي للشاعر شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة